أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي في خدمة خطط التنمية في مصر وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضي فضلا عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021 جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقريرا أعده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران حول جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتي من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية